من المعروف أن التمارين الرياضية تعتبر من الأنشطة الترفيهية التي تساعد على تقوية الجسم وبنائه إذ ينبغي أيضا توخي الحذر من الوقوع في الإصابات أثناء تأدية تلك التمارين وخصوصا في الرياضات مثل الرياض كرة القدم وكرة السلة وغيرها من الرياضات التي تستلزم وتغيير اتجاه اللاعب بشكل مفاجئ وذلك أثناء المراوقة أو المناورة فيجعل الرياضات الصليبي غير قادر على تحمل الوزن الزائد للجسم في تلك الفترة فيحدث له التمزق والقطع حيث إن أكثر إصابات الركب التي نجدها تكون في الرياضات الصليبي الأمامي الرياضات الصليبي الأمامي هو عبارة عن نسيس ليفي يربط بين أظمتين فخص والساخ ببعضها عن بعض كما يعمل على استقرار بفصل ركبه ومنع أظمت صاخ بين تهرك للأمام وأيضا حميتها من الانتواء لا سماع عن معظم إصابات الرياضية التي ينتج عنها تمزق القطع في رباط الصليبي الأمامي تبدع بسماء صوت فرقع في رقبه أثناء حادثة ثم يحدث تورم فيها موجود ألم شديد بحيث لا يمكن الوقوف على قدم وتحميل ركبه مصابة حملة وزن جسمي لذلك أوصيع مصابين بنحضور إلى متشفى فار عند تعرضهم للإصابة غالبا ما تحدث الإصابات في الرباط الصليبي الأمامي أثناء ممارسة الرياضة أو أنشطة الليقة البدنية التي يتم فيها الضغط على الرقبة بشكل كبير ومن أمثلة هذه الأنشطة هي حركة الجري والتباطء المفاجئ وحركة الالتفاف السريع مع ثبات القدم على الأرض والهبوط الخاطئ أثناء القفص أو حركة الجري والتوقف المفاجئ مع تغيير الاتجاه أو تلقي ضربة مباشرة في الركبة أثناء التصادم جميع هذه الأمور يمكن أن تسبب التلفل للرباط وعندها قد يحدث تمزق جزئي أو كلي للأنسجة الآن وفي متشفى ويشتاني يمكننا علاج مريض بالجرحة ونعود إلى المنزل في دخلان يوم واحد يتتم معالجة الرباط الممزق باستخدام تقنية منظر لعانة بنائه إذا تركت الحالة دون علاج فإنه قد يؤدي إلى عدم استقرار مفصل الركبة مما قد تسبب في إصابة الأربطة الأخرى كما يؤدي إلى تآكل المفصل بشكل أسهل وأسرع في المستقبل في حين إذا تم علاجها بشكل مناسب وبالطريقة الصحيحة فإنه يمكن تقليل فرصة الإصابة بتآكل مفصل الركبة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر